اشتركوا في القناة في الخطوط الخالفية للفهود وايهم الغويل وجونيور الكاميروني ومفتاح محمد فتحي منديلا في وسط الميدان بينما في المقدمة احمد العبار واحمد مكاري ومحمد المنصوري على بطاقة العبور وينافس على البطولات كما عودنا دائما كرة لفريق الهلال في الجهة اليمنى كايوكو باكايوكو يتوغل يلعب الكرة بشكل جيد باكايوكو تسليم واستلام يسدد باكايوكو ولكن بعيدة مكاري مرة اخرى يسدد المكاري من بعيد ولكن تصدي رائع متابعة خاطئة وماذا يشير حكم اللقاء يشير الى استمرارية اللعب هذه اللقطة الماضية وهذه تسديدة احمد مكاري تصدى لها الحارس خالد المصوري بيد واحدة كرة ملعوبة خطيرة الى باكايوكو باكايوكو يتدخل حارس المرمى حسن المجبري المجبري يتدخل ويتحصل على خطأ باللهجة العامية تسديدة مكاري في الدقائق الماضية والتصدي الرائع والمميز من خالد المصوري تابعة المنصوري لم تكن بشكل جيد هنا احمد مرسال مساعد مدرب تحدي تسعينات وثمانينات احمد مرسال وسالم التورغي بكل تأكيد كرة للتحدي عند احمد العبار يلعب الكره هدف اول لصالح فريق التحدي يسجل الهدف الاول لصالح فريق التحدي هذا هو احمد العبار العبار ينجح في تسجيل اول الهدف هدف اول لصالح فريق التحدي تتغير لوحة النتيجة في هذه الدقائق التحدي يبادر ويسجل بالرجل اليسرى هنا هنا أحمد العبار على ثلاث مدافعين يلعب الكرة بشكل جيد في الزاوية البعيدة لا يملك الحلول لا يملك الحلول يقف متفرجا حالس المرمى خالد المصماري لاحظوا معنا هدف جميل واحد الأهداف الرائعة في هذا الموسم ملعوبة عرضية ولكن يأتي الإبعاد سريعة من باكايوكو ولكن بعيدة يأتي الإبعاد من دفاعات فريق التحدي إبعاد خاطئ تسديدة قوية ولكن يتدخل حسن المجبر رأسية ومتابعة وباكايوكو على مرتين حسن المجبر يتدخل كأس ليبيا مرة واحدة وهي البطولة التي يفتقدها فرصة خطيرة لباكايوكو يسدد باكايوكو ولكن بعيدة استلام جيد ورايع باكايوكو في اللقاء الماضية لكم كبير من النجوم والإنتاج لا يتوقف على نجوم كرة القدم فقط هنا الهجمة السريعة والقوية لفريق الهلال عند باكايوكو يهيأ الكرة تسديدة قوية ولكن بعيدة بن عامر أو تسديدة قوية ولكن يتصد لها أو يلتقط الكرة في اللقطة الماضية حسن المجبري يلعب الكرة مباشرة في المرمى ولكن تعلو العارضة ضربة زاوية لصالح فريق الهلال ملعوبة عرضية عالية رأسية أملة ولكن يأتي لإبعاد تعود لفريق الهلال داخل مناطق الجزاء عرضية باكايوكو باكايوكو ينجح في تسجيل هدف التعادل لصالح فريق الهلال إسماعيل باكايوكو ويعدل النتيجة لصالح فريق الهلال هذه التمرير المثالية وهذه الرأسية القوية من باكايوكو هدف التعادل لصالح فريق الهلال هذه العرضية من بلعيد سامة وهذه الرأسية من باكايوكو من زاوية أخرى وهدف التعديل لصالح فريق الهلال يشير إلى التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف هنا هدف الهلال وهنا لقطة الإعادة وهنا الرايع الجرينتا باكايوكو اللي يعدل النتيجة لصالح فريق الهلال ويضع فريق الهلال أو يعيد المباراة لنقطة البداية باكايوكو باكايوكو في هذه اللقطة يعيد المباراة إلى نقطة البداية بالتعادل علي او امادو في الناحل اليسرى عند امجد عامر التونسي امجد عامر يلعب العرضية سهلة واستلام رائع وتستيد عرضية مرة اخرى والمجبري يتدخل ويبعد الخطر هذه العرضية هذه عرضيات امجد عامر اللي تحدثنا عليها وهنا الاستلام وهنا العرضية مرة اخرى وهنا التدخل من حسن المجبري عند امجد عامر اللي يقوم بادوار دفاعية ويتحرك من الجهة اليسرى الى اليمنى ومن اليمنى الى اليسرى لعب سريع الكرة في الجهة اليمنى يخطفها اسامة بالعيد يسجل هاتف الثاني بالعيد ينجح في تسجيل الهاتف الثاني لصالح فريق الهلال بشكل رائع ومرور جيد ينجح اسامة بالعيد في تسجيل هدف التقدم لصالح فريق الهلال تتغير لوحة النتيجة في هذه الدقائق هدف ثاني لصالح فريق الهلال هنا اسامة بالعيد هنا المرور وهنا التحرك ويضع الكرة في الشباك هدف ثاني لصالح فريق الهلال يتقدم الهلال في النتيجة بهدفين مقابل هدف هنا المرور وهنا الهدف الرائع من اسامة بالعيد 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 ينجح 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 في وضع الهلال في المقدمة شوط ثاني الهلال هو الأفضل شوط ثاني الهلال ينجح في استعادة الثقة وتسجيل هدفين يمنح أو يتحصل على الأفضلية وتقدم من خلالها هذا هو اسامة بالعيد الذي ينجح في وضع فريق الهلال في المقدمة مرة أخرى الفرجاني يلعب الكورو تدخل رائع وإبعاد مميز من خالد المسماري لعبه بشكل جيد عصام الفرجاني بالمليمتر هذه اليسارية وهذا الإبعاد والتعلق من حالس المرمى اشتركوا في القناة